كالعادة كلما مني الإنغلابيون بهزيمة يحاولون اختار أن يكون شاهداً على جرائم ميليشيا الحوثي فاختارته شهيداً لإحداها إنه الشهيد الزميل عبدالله القادري مصور صحفي تبندق بكاميرته واقتنص بها الكثير من جرائم الميليشيا خلال فترة عمله مراسلاً ميدانياً لقناة بلقيس الفضائية غطى خلال فترة عمله الكثير من المعارك في جبهة نهم وهيلان وصرواح ومديرية قانيا بمحافظة البيضاء وعرفته صحاري مأرب وبيحان تعرض الشهيد للإصابة مرتين خلال عمله مراسلاً ميدانياً إحداهما في العين والأخرى في الساق قبل قرابة عامين في جبهة نهم وهيلان لتأتي الإصابة الثالثة إثر صاروخ حراري استادف الموكب الصحفي الذي كان ضمن طاقمه لتغطية الوضع الميداني والإنساني في مديرية قانيا بمحافظة البيضاء اخترقت شظايا الصاروخ عنق الصحفي القادري مسببة له نزيفاً حاداً نقل على إثره إلى أحد مستشفيات مأرب وهناك ارتقت روح عبدالله شهيداً فانكسرت قلوب أحبائه لم يكن الشهيد صحفياً وناشطاً فحسب لكنه كان إنساناً يتسرب دفء محبته لكل زائر وعابر في صحراء مأرب أو حتى من مسافة بعيدة لقد شكل رحيله صدمة للجميع وكان غصة بحجم اليمن المنظمات المحلية والدولية والقنوات نددت ونعت على رأسها قناته بالقيس التي أكدت عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق الضحايا وملاحقة الجنات حتى ينالوا جزاءهم العادل وبدورها قالت نقابة الصحفيين إن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم ولابد أن ينال مقترفوها العقاب الرادع أما لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط فقد أشارت إلى أن استشهاد القادري تذكير مأساوي بالمخاطر الهائلة التي يواجهها الصحفيون اليمنيون خلال تغطية القتال برحيل القادري تكون بيئة العمل الصحفي في اليمن قد تجاوزت مرحلة الانتحار بفضل ميليشيا إرهابية لا ترى في العدسة والقلم أدنى اعتبار إنها تقتل كل شيء في اليمن ولا تبالي بينما يتيه الضمير الدولي في الغياب ويحضر فقط في بيانات التنديد ترجمة نانسي قنقر